قفزت العقود الأجلة للقمح بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب وارتفعت أسعار القمح إلى 7.7% كما زادت أسعار ذراء 2.8% وزيت فولسوية 3% قفز معدل تدخم في منطقة اليورو ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا وتسارع التدخم في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية وسط ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية وفي برلين أظهرت بانات أن متوسط فطورة الغاز المنزلي في ألمانيا زادت بنسبة 173% عن العام الماضي وقالت بوابة أسعار التاقة الألمانية أن متوسط سعر الغاز في أكتوبر بلغ 3726 يورو مقارنة بنحو 1356 يورو قبل عام توقع صندوق النقد الدولي تباطئ نمو إجمالي نتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% خلال عام 2023 وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفطة فإن ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالي نتج المحلي غير النفطية يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغداء هذا ويقدر السندوق أن تنمو اقتصادات الدول النفطية بنسبة 5.2% هذا العام يترقب سكان كرواتيا التحول من العملة المحلية كون إلى اليورو في الأول من يناير القادم بعد أن سجلت البلاد معدل تضخم بلغ 13% في سبتمبر ويعتبر محللون أن دول أوروبا شرقية في الاتحاد الأوروبي والتي لديها عملات من خارج منطقة اليورو كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم في وقت يتصاعد فيه التضخم في أوروبا وتهز رياح جيوسياسية تكتل تأمل كرواتيا أن يجلب تحولها إلى اليورو بعد مظاهر الحماية في عالم تسوده حالة من عدم اليقين في الأول من يناير المقبل ستودع كرواتيا عملتها كونة لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو وذلك بعد أن انضمت للاتحاد الأوروبي منذ نحو عقد وفيما سجلت كرواتيا معدل تضخم سنوي بلغ قرابة 13% في سبتمبر لم تنفك السلطات عن التحدث عن مزايا اعتماد اليورو للبلاد البالغ عدد سكانها ثلاثة وتسعة من عشر مليون نسمة ومنذ يوليو شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة تشدد النقدي فيما يحاول كبح جماح التضخم المتسارع الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الذي سببته الأزمة الروسية الأوكرانية ويرى محللون أن دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملات من خارج منطقة اليورو مثل بولندا والمغر كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم وكانت مجموعات معارضة يمينية ومحافظة احتجت على اعتماد العملة الجديدة قائلة إن الكونة تمثل رمزا مهما للهوية الوطنية مشيرة إلى أن اليورو يفيد فقط دولا أكبر مثل ألمانيا وفرنسا لكن محاولة أجرية العام الماضي لتنظيم السفتاء على مستوى البلاد للطعن في اعتماد اليورو باقت بالفشل